السؤال الآخر يقول سمعت من أحد الشيخ الفضلاء يقول لأحد المستمعين يعلمه يلقنه قل اللهم إني عصيتك بحولك وقوتك فاغفر لي بحولك وقوتك اللهم إني عصيتك بحولك وقوتك فاغفر لي بحولك وقوتك هل هذا الدعاء مشروع؟ من النحية القدرية البحدة مضمون الدعاء صحيح إنا كل شيء خلقناه بقدره والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيف لكن من الأدب مع الله في الخطاب والدعاء أن لا ننسب الشر إليه كما جاء في الحديث الخير كله بيديك والشر ليس إليك ألا ترى أنه لا يقال يا الله يا خالق الكلاب يا خالق الخنازير ينفع نقول الكاملة ونخطر ربنا سبحانه وتعالى ليس في هذه العبارة تعظيم لا يقال لله يا خالق الكلاب ويا خالق الخنازير وإن كان خالقها لأنه ليس في هذا اللفظ تعظيم بل يقال يا خالق البريات فهو خالق الخير والشر جميعا لكن لا يقال يا خالق الشر وعلى لسان خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين فأضاف الخلق والهداية والإطعام والسقي إلى الله جل جلاله لما في ذلك من التعظيم ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين فأضاف المرض إلى نفسه لما ليس فيه من التعظيم أدب في الخطاب وفي التعامل مع الله سبحانه وتعالى الخير بيديك والشر ليس إليك الشر صار شرا ليس من جهة خلق الله له نحن نفرق بين خلق الله وبين مخلوقات الله مخلوقات الله فيها الخير والشر فيها الشياطين وفيها الملاعجة فيها الأبرار وفيها الفجار مخلوقات الله فيها الخير والشر أما خلق الله للأشياء باعتبار نسبته إليه وخلقه له فهو خير كله الشر صار شرا لانقطاع نسبته عن الله عز وجل وبعض أحد العلم ذكر مثالا جميلا تفصيلا جميلا في أوجه الخير في خلق إبليس إبليس طبعا شر محت لا يختلف أن إبليس شر محت لكن قال في خلق الله لإبليس خير كيف قال أولا ظهور آثار أسماء الله القهرية الله القخار المنتقم الجبار كيف تظهر آثار أسمائه القهرية من خلال عصات يفجرون فيستحقون أن يتجلى عليه بصفات القهر والنقمة من الذي يحملهم على العصيان والفسوق الشيطان ظهور آثار أسماء الله العفوية التواب الغفور حنان المنان يقبل التوبة عن عباده يعفو عن السيئات كيف تظهر آثار أسماء الله العفوية من خلال عصات خطئين يعصون فيتوبون فيتوب الله عليهم من الذي أزهم إلى المعاصي أزا ودفعوا ليها دفع الشيطان قد ظهور الجهاد العبادات المتنوعة الجهاد الجهاد فيه معسكرين كفار ومسلمين من الذي جعل الكفار يتحذبون على كفرهم ويشهرون سيوفهم بغيا وعدوانا ويخذون من ديارهم بطرا ورئاء الناس الشيطان ومن الذي جعل و يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما الذي جعل أصحاب المناكر يسرون على منكرهم ويجاهرون به ويستحقون أن يؤدبوا وأن يحتسب عليهم وأن يعزروا الشيطان هو الذي أزهم إلى هذا فالمقصود الخير كله بيديك والشر ليس إليك أدب في الخطاب مع الله سبحانه وتعالى وإن كان الله قد خلق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنها تفكر طيب